واحفظها إنه إذا لم يكن لك هدف سيذهب بك الناس إلى أهدافهم إذا لم يكن لك هدف سيذهب بك الناس إلى أهدافهم وتكون مطية لأهداف الناس أفتح قوسا هنا فرق من أن تكون خادما للناس مساعدا لهم وبين أنك تكون مطية لأهداف الناس فتكون فاقد الأهلية فاقد الشخصية فاقد الروح يعني لما تساعد هذا أنت في كامل وعيك وشخصيتك وتفعل هذه الأمور وأنت في قمة الوعي وقمة الفرح أما حين يستخدمك الناس فأنت فاقد لقدراتك وفاقد لأهليتك وفاقد لأمالك وفاقد لطموحاتك باختصار الإنسان يملك قموسين الأول القموس السطحي وقلت أنه هذا قموس عادي ما فيه شكال هو حياتنا اليومية العادية لما نتقابل الصراح نتكلم بهذه اللغة كيف أخبار وكيف الدنيا وكيف الأحوال وكيف الحياة هذا قموس عادي يشترك فيه الناس ما تقدر تفرق فيه لا بين المثقف ولا غير المثقف القموس أنا ما أدري ليش حطيت يدي بجيبك كده والقموس العميق هو نتيجة الذين تجالسهم الذين تقرأ لهم إذا اللي تقرأ لهم وتسمع لهم دائما عندهم نظرية المؤامرة والمكر والخديعة ستنطلع عليك حيا لهم لأن هذا يقولون إذا تجلس مع خمس تجار مع فترة طويلة ستصبح التاجر السادس ومع المثقفين إذا كنت كانوا خمسة ستصبح سادس المثقفين مع أهل الصلاح وأهل الخير ستصبح سادسهم ولا تقول لي أني ما أتأثر فأنت بشر فيك مشاعر وفيك عواطف ما في مشكلة شيخ هذا إعلان حق عطور بعدين مو زمان وذا فكونك تريد أن تحصل على كأس البطولة يجب أن تعرف من أنت ماذا تريد كما كان يقول لازويل في أسئلة الإعلام الست ستة من لمن بأي وسيلة ماذا تريد أو ما يسمى برجع الصدى بعدين أي شيء تفعل سيعود صداه عليك الناس غالبا في عبارة كما تدين تدان تقال في الشر لكن من أعظمها وأنبلها أنها كذلك في الخير كما تدين بسمة ستعود لك بسمات لكن أرجوك لا تفعل هذا الذاء لأجل أن تنتظر المقابل لأنك قد تكافأ بغير من لا يسلك سبيل البطولة لأنه من أهل البطولة من صفاتهم أنهم صادقون نبلاء أو فياء قد تبتل بغير أولئك ليظهر لك المحك